خبر كمان في السكواش أسعدني كتير أنتم عارفين طبعا أننا برازيل العالم في السكواش وزي ما قلنا لحضراتكم قبل كده أننا خدنا بطولة العالم للناشئين وأيضا بطولة العالم للسيدات 2021 بطولة العالم للناشئين في 2020 وطبعا رئيس الاتحاد صرح وقال أنه هنسعى الفترة اللي جاية للاستضافة مزيد من البطولات العالمية الحقيقة وإحنا قلنا اللي شجعوا البنية التحتية اللي موجودة سواء ملاعب سواء صلاة للتدريب سواء قتلات سواء تنقلات طرق جديدة الدنيا بقت مشرفة جدا جدا والواحد الحقيقة تفتح نفسه أن البطولات ترجع مصر بالشكل ده طبعا في بطولة مهمة جدا في السكواش اسمها بطولة الثمانية الكبار بيشترك فيها الثمانية المصنفين الأوائل من الرجال والثمانية المصنفين الأوائل من السيدات دول طبعا أوراق أو يعني الاتحاد الدولي اللعيبة المحترفين أعلن عن الثمانية هنقول يمكن عندنا أربعة من الثمانية الكبار في الرجال مصريين وأربعة من الثمانية الرجال أربعة أيضا مصريين هنقولهم لحضراتكم يمكن في المجموعة الأولى السيدات شفنا نور الشربيني ونوران جهر في المجموعة الثانية شفنا نور الطيب وهانيا الحمامي عندنا في الرجال شفنا في المجموعة الأولى علي فرج وكريم عبد الجواد شفنا في المجموعة الثانية طرق مؤمن ومروان الشربجي عارفين يعني إيه لما يبقى عندنا 16 لعب ولعبة على مستوى العالم موجودين في مصر بلعاب بطولة الحقيقة أنا نفسي هروح أحضر يعني أنا هروح أحضر واشوف البطولة دي فين لأن الحقيقة أنا بستمتع جدا بالسكواش لعبة أولا الحصائيات كلها بيقول إنها لعبة عنيفة جدا مش عنيفة ضربة يعني عنيفة عصبية على اللاعبين وعنيفة أيضا بدنيا على اللاعبين السكواش إحنا متفوقين فيها جدا هتستمتع عدق الرالي بتاع النقطة بيقعد كتير مع أبطال العالم دي يعني ممكن تقعد في نقطة ديئتين تلاتة ديئتين تلاتة ده رقم كبير أو وقت طويل لنقطة في السكواش الحقيقة البطولة دي يعني أسعدتني جدا إصدافتها لمصر وكمان أسعدني أكتر نحن ديها 8 لعبين ولعبات 4 لعبين و4 لعبات في أعظم 16 لعب أو لعب على مستوى العالم